في فيديو اليوم هنتكلم عن واحدة من أفضل الأدوات لعمل فيديو بالزكاء الاصطناعي هذه الأداء تقدم مميزات عديدة مثل تحويل النص إلى فيديو أو تحويل الصور إلى فيديو أيضا هذه الأداء تحتوي على مميزات حصرية غير موجودة في الأدوات المنافسة وهي الحفاظ على ثبات شكل الشخصية خلال مشاهد الفيديو وأيضا تبديل الوجه في الفيديو أو ما يسمى بالديب فيك أيضا خلال الفيديو سنشرح بطريقة سهلة ومبسطة كيفية كتابة برومب تحترافي لاستخدامه في هذه الأداء أو أي أداء أخرى للرسم بالزكاء الاصطناعي تابعوا معي الفيديو للنهاية علشان تعرف كيفية الحصول على أفضل نتائج من خلال هذه الأداء الرائعة قبل ما تتفرج ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجيعكم بيسعدنا على الاستمرار يلا بينا نبدأ الفيديو الأداء الرائعة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها بيكس فيرس ولو نزلنا تحت في الصفحة الرئيسية هنلاقي بعض أمثلة الفيديوهات اللي بتقدر الأداء دي نهاية تعملها لو بصينا على الأمثلة هنلاقي أن هي بتتفوق على أدوات كتير زي بيكا لابس مثلا بالإضافة لأن الأداء مجانية تماما إلى الآن الأداء بتعمل على الويب وعلى منصة ديسكورد وفيه مميزات حصرية هنشرحها على منصة ديسكورد أضغط على جيت ستارت الانويب في الصفحة الرئيسية بنلاقي فيديوهات عملها أشخاص آخرين بنفس هذه الأداء لو ضغطت على أي فيديو منهم هيتلع لي البرومبت اللي تعمل منه الفيديو ده اللي ممكن أستخدمه كمثال ليه أول حاجة هضغط على كرييت هتظهر لي صفحة تحويل النص إلى فيديو هكتب مثلا هنا برومبت بسيط Arabic Old Man Walking in the Streets of Cairo Cinematic Ultra Realistic هنا لو أنا حابب أضع Negative Prompt هسيب لكم مثال ليه في وصف الفيديو ولو اخترت الاختيار ده الأداء بتقوم بتحسين البرومبت وإضافة كلمات جديدة ليه علشان يبقى أكثر احترافية هنا عندي الStyle Realistic أو Anime أو 3D Animation وده المقاس وده Seed Number لغط على Create أجرب أعمل فيديو بكل Style واحد Anime وواحد 3D Animation بنفس البرومبت ونشوف النتيجة دول التلات فيديوهات النتيجين عندي ده Realistic وده 3D وده اللي معمول بشكل Anime طبعا فيه اختلاف ما بين التلاتة نظرا لتغيير الStyle ومسته أنه هو بيعمل Style بشكل زي ما انت شايفين رائع جدا ممكن مثلا أجرب أكتب له برومبت بالعربي وأجرب أشوف حيفهمني ولا لا كتبت له فارس عربي يمططي جواد عربي أصيل في وقت الغروب على شاطئ البحر عشيلي النيجة في برومبت خالص وفعل الاختيار ده وأعمل 3 فيديوهات زي ما عملت في الخطوة السابقة لما كتبت البرومبت بالعربي هو فهمني وطلع لي الاختيارات دي لكن ما كانتش أحسن حاجة لكن لما رجعت تاني ترجمت البرومبت على جوجل Translate زي كده وبعدين استخدمته في عمل فيديوهات جديدة شوفوا بقى الفرق ده مثال فيديو طبعا حاجة في منتهى الجمال وده مثال آخر لو حبيت ممكن أعمل نسخة عالية الجودة من الفيديو لو دوست على Upscale افتح لي صفحة My Videos دي طبعا فيها كل الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده ودي النسخة اللي أنا رفعت فيها الجودة لو بصينا عليها كده لو حابب طبعا أن أنزلها حدوس على الزرار ده طبعا حاجة في منتهى الجمال وده مثال آخر لاستخدام برومبت مطول مع نفس هذه الأداة لو بصينا على الفيديو نفسه هنجد أن الأداة بتتميز عن بعض الأدوات الأخرى زي Run YML و Pica Labs أن هي بتعمل النار والدخان بشكل أفضل والشخصيات كمان بشكل أفضل والنيجاتف برومبت كمان بيفرق معنا كتير الميزة الثانية في هذه الأداة هي تحويل الصورة إلى فيديو هلغط على Image وبعدين من هنا أختار Upload File دي صورة أنا كنت أعملها قبل كده على أحب برامج الرسم بالذكاء الاصطناعي بكتب في البرومبت الحاجات اللي أنا أريد أن تضغير في الصورة يعني أنا مثلا هنا كتبت Singing بتغني Moving Hand بتحرك إديها و Animated Background خلفية متحرك ده مقدار الحركة في الصورة وده Seed Number ممكن أعمل أكتر من النسخة أزود مثلا ل Strength وأعمل نسخة تانية ده شكل الصورة النهائي خلى الشخصية كأنها بتغني زي ما أنا وصف بالظبط ممكن كمان باستخدام بعض الأدوات الخارجية للذكاء الاصطناعي تستخدم وصف جاهز للصورة عن طريق استخدام أداة زي دي مثلا بتدي له الصورة وبعدين تدوس Submit بيعطيك وصف دقيق للصورة كأنك كتبت برومبت بالزبط وممكن طبعا تستخدم نفس هذه الأداة في أي موقع آخر للرسم بالذكاء الاصطناعي علشان تصنع به برومبت محترف ومش بس كده إنت لو كمان دست على Analyze بديته نفس الصورة ثم تضغط على Analyze ابتدا هو يفسص كل الكلام اللي ممكن يستخدم لكتابة هذه الصورة يعني مثلا كمثال كتب جيرل ويرنج هيدفون يعني بنت لابسة هيدفون مكالمات أخرى ممكن تستخدم في هذا البرومبت ممكن تستخدم هذه الأداة أو الأداة دي اللي اتنين بيعملوا نفس الوظيفة أسيب لكم الروابط بتاعتهم في وصف الفيديو في مميزات أخرى لهذه الأداة ولكن متوفرة فقط على منصة Discord زي محافظة على سبات شكل الشخصية خلال الفيديو أو تبديل وجه الشخصية في الفيديو أو الديب فيك علشان نستخدمها هنلغط على اللينك دي أو تستخدم اللينك اللي هسيبها لك في وصف الفيديو وبعدين نلغط على Accept invite ثم من على الشمال خالص هاختر أحد هذه الغرف هلغط عليها دي بعض الفيديوهات اللي بيعملها أشخاص آخرين معك في نفس الغرفة هلغط على علامة البلاس ثم Use Apps ثم Create هكتب هنا البرومبت بتاعي وبعدين هلغط على Style أختار نوع الستايل اللي أنا عايزه من Realistic أو Anime أو 3D Animation هاختار مثلاً Anime وبعدين باختار الماس Aspect Ratio أنا عايزه عريض فهاختار 16-9 ممكن تختار ال Negative Prompt لو حابب ثم أهم حاجة بقى Character أو شخصية وده بيسمح لك أنك تختار شخصية من الشخصيات دي وهي كلها شخصيات Anime علشان تسبتها في كل الفيديوهات اللي أنت بتعملها مثلاً هاختار أول شخصية ثم أضغط على Enter ده الفيديو بتاعي أنا كنت مختار فيه أن فيه واحدة بنت بتغني قدام الأهرماط احفظه بقى الشكل الشخصية ممكن أضغط على V3 عشان نعمل نسخة تانية من الصورة دي بهذا الشكل هذا المثلاً Pyramids Background هكتب C Background يعني بتغني على البحر وLapse Lapse Swit ثم Submit لو تاخدوا بالكو ده الفيديو الجديد نفس الشخصية بس المرة دي بتغني على البحر طبعاً ده مفيد جداً لو أنت حابب أنك تستخدم الأداة دي عشان تعمل قصص أو أفلام كارتون وعايز تحافظ على ثبات شكل الشخصية في كل المشاهد بتاعتك تعالوا نجرب نعمل نسخة تانية من الفيديو ده بس المرة دي هاختار بدا الأنمي Realistic نفس الشخصية ده الفيديو الناتج ممكن ندوس هنا عشان أخد اختيار تاني وده الاختيار التاني طالع برضو بنفس الشكل وده اختيار تالت برضو بنفس الشكل للشخصية لو حابب أنه نعمل أبسكيل للفيديو وبدوس على الزرار ده فلونا نعمل نسخة منها على البحر بدل Pyramids حكتب C وبدل أهرامات حكتب البحر وSubmit وده النسخة التانية اللي على البحر مع تشابه كبير جداً في شكل الشخصية ما بين الفيديوهين زي ما انتوا شايفين كمان أداة Pixverse بتتيح لنا عمل DeepFake للشخصية أو تغيير وجه الشخصية بالكامل من صورة احنا نختارها يعني نفترض مثلاً أنا عايز أغير شكل الشخصية أو المغنية بتاعتي دي لشكل وش أنغام أو عمل DeepFake هضغط على علامة البلس ثم Use Apps ثم Mem Face ممكن نقول إن هي اختصار Memorize أو تذكر الوجه هنا بيطلب مني صورة الوجه اللي أنا عايز أغيره مثلاً أنا عندي هنا صورة لوجه الفنانة أنغام ثم حكتب نفس البرومبت ثم أضغط هنا واختار Aspect Ratio طبعاً 16-9 عشان الفيديو يبقى عريض لو حابب إن أنا أحدد Seed Number أو Negative Prompt من الاختيارين دول أو ممكن أسيبهم وادوس Enter ده الفيديو اللي النتج عندي زي ما أنت شايفين هو وش أنغام بالضبط فيه طبعاً بعض مشاكل في الإيد ولكن دي ممكن تتزبط بـ Negative Prompt كويس ودي نسخة تانية من الفيديو أنا غام طالعه بنفس الشكل ونسخة أخرى من الفيديو خلف الأهرامات برضو بنفس الشكل ممكن أعمل نفس الكلام في صورة رجل يعني مثلاً أختار وجه عبدالحليم حافظ والبرومبط طبعاً هغيره هكتب فيمان هكتب إن هو لابس بدلة ويغني في مصرح وده الفيديو بتاع عبدالحليم حافظ عرفياً ما فيش أداة من هذه النوعية في تحويل النص إلى فيديو أو تحويل الصور إلى فيديو فيها هذه المميزات التي تساعد على الحفاظ على ثبات شكل الشخصية أو تغيير الوجهة في الشخصية اكتبوا لي في التعليقات لو حابين إن انتو تشوفوا فيديوهات تاني من هذه النوعية ولو أي حد عند استفسار أكيد يسألني وأنا هحاول أرد عليكم في أسرع وقت هتنسوش اللايك والشير واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله